أعطيكم العافية درسنا اليوم عن الطهو للصف الثامن رح نأخذ اليوم كيف ممكن أطهو الطعام طبعا في عندي قواعد الصحة والسلامة العامة أثناء إعداد الطعام شو القواعد اللي أنا لازم أحطها بعين الاعتبار وأنا بعد الطعام رح أخذ طرق الطهو عندنا طريقة السلق ممكن الشويع عندنا طريقة التسبيك رح نحكي كل طريقة من هاي الطرق شو الخضروات أو شو اللحوم اللي ممكن تنطبخ من خلال هاي الطريقة نيجي الأول إشي قواعد الصحة والسلامة العامة أول إشي غسل اليدين بالماء والصابول أول ما ببلش أطبخ بخسل إيدي برتدي ملابس الخاصة بالعمل زي مريول المطبخ المحافظ على الأواني وأدوات الطهو نظيفة تشفيف اليدين جيدا قبل استعمال آلات الكهرباء إذا أستخدم أي إشي كهرباء لنشف إيدي تشفيف الأطعم المرات قليها قبل وضعها في الزيت شعب ما يكون مي وزيت مع بعض مراقبة عملية الطهو باستمرار لا أحط إشيها الغاز وأروح وأبعد عنه أو أنسى توجيه مقبض المقلاء أو الأبريق إلى الداخل بكون بشتغل بالمطبخ أي إبريق لبرة أي عندنا مقلع لبرة بدخلها للداخل إغلاق أنبوب الغاز بعد الطهو يعني جرت الغاز بس أخلص بقوم بإغلاقها عندنا طرائق الطهو طريقة الطهو نيجي لأول طريقة عندنا طريقة السلق طريقة السلق هي أسهل طريقة مثلا عندي أنا بطاطا بجيب عندي من الأواني طنجرة بحط فيها البطاطا بغمر البطاطا عندنا بالماء وبضحها على الغاز هاي منحكي عنها عملية الطهو بالسلق طبعا عندي قواعد أو أشياء لازم أراعيها أثناء عملية الطهو بالسلق أول إشي لازم كمية الماء تكون كافية يعني حطيت البطاطا لازم أغمر البطاطا لا أخلي الماء أقل من عندنا البطاطا أن يصل الماء إلى درجة الغليان يعني بضل أحطي الماء على النار حتى تغلي زالت المواد المتخثرة أي الريم عن سطح السائل الريم اللي هي عندنا جاج أنا لما أجي أسلق الجاج بطلع عندي طبقة هاي الرغوة اللي طلعت نحكي عنها الريم هاي الرغوة اللي هي الزفرة الزنخة هذا الإشي اللي بيكون لونه أبيض على سطح الماء اسمه الريم هاي في حالة أني أنا بدي أسلق الدجاج طبعا هاي الطريقة تحافظ على القيمة الغذائية للأطعمة يجعلها سهلة التقطيع والهضم وخاصة للكبار السن والأطفال نجي للطريقة الثانية عندنا طبعا هاي طريقة كيف سلق البطاطا بالخطوات نجي عندنا طريقة التسبيك التسبيك يعني في ناس بتحكي عنها زي اليخنة يعني أنا بجيب عندي الطعام اللي أنا بدي أحطه مثلا بحط بطاطا أو جزر بروح ايش بالأول بعمل بجيبها الطنجرة بحط فيها شوية زيت إن كان نباتي أو زيت زيتون أو زبدة بطهو شوية البطاطا محها بعدين باجي بغمرها شوية مي بتركها حتى تتسبك بعدين بضيف مية البندر هاي العملية بنحكي عنها عملية التسبيك هو طهو الطعام بكمية محدودة من الماء كمية محدودة من الماء وبحطها بوعاء محكم وإلو غطة بحطها بوعاء إلو غطة طبعا درجة الحرارة ما بتوصل إلى درجة الغليال وحكي هنا بنسبك الخضروات عنا بزيت زيتون أو زبدة أو زيت نباتي نيجي عنا طبعا هاي مثل الخضروات ممكن أسبك اللحمة مثال عليها ممكن قطع الدجاجة الصغيرة كم أيضا تسبك نيجي للطهو بالقلي العميق زي لما بدي السمك أقلي السمك بجيب عندي أنا إناء غميق اللي هي الطنجرة بحط فيها الزيت طبعا بخلي الزيت يغلي بحط فيها عنا قطع السمك أو الدجاج أو الإش اللي أنا بدي أقوم بقليه أو ممكن البطاطا اللي بتنجاني يعني مو ضروري لحوم ممكن كون عنا خضروات طبعا درجة الحرارة بتكون عالية بتصل إلى 180 درجة سليسي نيجي عنا بعد ما أنا أطهوها طلعت مثلا عملت البطاطا بالطبيعي مثلا قليت بطاطا بحط عليها بحط عليها ملح الجاج بحط عليه بهارات فأي إشي أنا ممكن إني أقلي مجرد ما طلع بضيف له عنا البهارات مثلا الجاج أنا ممكن حط له قرشلة أعمل حط عليه البيض كل نوع إلو طريقة معينة بالقلي نقلي الخضروات مو زي قلي الجاج هاي هندكم هون كيف بنقلي الجاج هين كيف بنعمله بروستيد هاي الخطوات كاملة نقلي للحكين اللحوم مو زي قلي عنا البطاطا البتنجان اللي هي الخضروات عنا آخر طريقة اللي هو الطهو بالشواء أنا شو ممكن أشوي طبعا مش بس الشوي اللي هو إحنا بنشوي على المنقل برا البيت لا ممكن الشوي يكون عنا بالفرن إن كان فرن الغاز فرن كهرباء هاي كلها أنواع عنا بالشواء عنا هاي بتكون من أسرع طرق الطهو ده كتعرف أن الطرق الطهو أسهل وحده للأكل اللي هي عنا حكينا حكينا أسهل طريقة عنا الطهو اللي هي السلق خاصة لكبار السن والأطفال لكن أسرع طريقة بالطهو اللي هي طريقة الشواء طب ليش هي أسرع طرق لأنه يمكن استفادة من العصار الناتجة منها في عملية الشواء يعني الشوي بستوي بتسخين درجة الحرارة اللي بتكون محيطة عنا باللحوم وبنفس الوقت هي العصار اللي بتنزل عنا من اللحمة بتساعد على استواءها وممكن كمان ويكون القوام بالنسبة للحوم طري أما الخضروات تكون لينة القوام إن اللحمة بتكون طرية والخضروات بتكون لينة القوام هيكا بيكون انتهى درستنا يا تامن واتمنى تحلوا أسئلات الدرس شكرا شكرا